إلى إسرائيل الآن وغليان في البلاد وأزمة سياسية ودستورية حادة لكن كنيسة ماضا في طريقه ويستعد لتصويت الأسبوع المقبل على مشروع قانون الإصلاحات القضائية هذه الخطوة تأتي وسط احتجاجة شعبية حاشدة لا تزال مستمرة وأيضا تزايد وطيرة العصيان داخل قوات الاحتياط العسكرية مع انضمام مجموعات جديدة وذلك مخافة أن يسبب القانون الذي قدمه اليمين المتطرف بزعامة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو أن يساهم في التضييق على سلطات المحكمة العليا والفصل بين السلطات ومن شأنه أيضا وسط المخاوف أن يهدد الديمقراطية داخل البلاد للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القدس مرسلون نضال كنعنا إذا ماذا بمتابعة هذه الأزمة وإلى إمدى حقيقة الكنيسة والحكومة من خلفهما سيمضون قدما في عمليات التصويت مع تزايد عمليات العصيان وكذلك الحراك في الشارع نعم إيمان على الأقل وفقا لتصريحات مسؤولين في الحكومة ورئيس الحكومة فإن الحكومة ماضية حتى النهاية في سن هذا القانون أيضا وفقا لمصادر في مكتب رئاسة الحكومة فإن نتنياهو في المحادثة مع الرئيس بايدن قال بأنه سيسن هذا القانون لكنه سيحاول الوصول إلى مزيد من الاتفاق الشعبي حول القوانين القادمة لكن المشكلة أولا أن هناك اتساع لحركة العصيان داخل الجيش الإسرائيلي بالأمس كان هؤلاء 161 ضابطا في سلاح الطيران الإسرائيلي في قيادة سلاح الطيران الإسرائيلي وبالتالي هذه أزمة حقيقية اليوم سينضم المئات من مختلف قطاعات سلاح البر في إسرائيل ومن الوحدات الخاصة إلى العصيان قبل قليل أعلن 300 طبيب في الجيش الإسرائيلي عن انضمامهم لحركة العصيان والحركة تتوسع كل الوقت قبل قليل نشر أيضا بأن رئيس الوزراء اجتمع مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان يوم الاثنين وطم إطلاعه على الأوضاع داخل الجيش لكن حدثت الكثير من التطورات منذ يوم الاثنين إلى الآن وعلى الأغلب ستحدث المزيد من التطورات مع كل يوم يمر ومع إصرار الحكومة على المضي قدما في سن هذه القوانين أيضا نقطة مهمة أخرى هي العلاقات مع الولايات المتحدة المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن وفق تسريبات أمريكية بايدن الرئيس الأمريكي طلب من نتنياهو الوقف الفوري لسن هذه القوانين وإلا فإنه سيمس بالعلاقات مع الولايات المتحدة بطريقة لا يمكن إصلاحها وفقا لمصادر أمريكية وفقا لما نشرته صحيفة النيويورك تايمز وبالتالي نتنياهو الآن بين المطرقة والسدان هناك ضغوط داخلية قوية تمارس على نتنياهو أهمها الضغوط التي تمارس من قبل الجيش والمنظومة الأمنية في إسرائيل هناك أيضا الضغوط الاقتصادية قطاعات في الاقتصاد الإسرائيلي تعلن عن نيتها الانضمام إلى الاحتجاجات ومن جهة أخرى الضغوط الخارجية من الولايات المتحدة وعدد من دول العالم هذه الضغوط تمارس على نتنياهو ومن جهة أخرى اليمين الإسرائيلي المتطرف لن يسمح لنتنياهو بالتراجع عن هذه الخطة وسمعنا تصريحات بهذا الصدد من عدد من المسؤولين داخل الحكومة الإسرائيلية نعم شكرا جزيلا لك نضلك نعنا مرسلنا من القدس